السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيرت أخواتي إن شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة انتم تشوفوا في هذا الفيديو فيديو جديد على قناتي جبتكم وصفة خبيزة محشيين وصفة اقتصادية وصفة اقتصادية هنا في الوصفة نشعلنا لدي هذا الكاس يوزن 300 ميلي لتر حليب حليب دافي لكي نزيده معه مغرفة كبيرة نزيده حباته على البيض تكون درجة حرارة المطبخ لا تكون بردة فريجيدير لكي لا تبرد الحليب نزيده مغرفة كبيرة خمارة هنا خميرة الخبز الفورية ومغرفة كبيرة السكر لكي تتفاعل الخميرة نستطيع 300 ميلي لتر حليب هنا نصف كاس الزيت 300 ميلي لتر حليب دافي حبه بيت مغرفة خميرة فورية الخبز ومغرفة السكر هنا نصف كاس الزيت هنا ثاني مغرفة كبيرة ممسوحة الملح بالكمية التي سنضيفها فارينة نضيفها نضيفها الزيت 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 مع السكر والخميرة والزيت والملح نضرب كل شيء نضيفه في الفارينة لدي مغرفة صغيرة ثانية خمارة وزن سبعة أو عشرة جرام هنا يجب البيض نتحل مع هذا الزيت ويتخلطه مع الحليب نضيفه في الفارينة هنا مغرفة صغيرة ممسوحة سبعة جرام خميرة الحلوة نبدأ نزيد في الفارينة حتى تتلم عجينة وتليع عجينة نزيد فارينة بشوية ونخدمه في العجينة حتى تنشف لا تيبسوها ولا تتلسق سنخدمها بعد في طاولة العمل نزيد بشوية فارينة نضيفها على طاولة العمل ندلكها مغرفة صغيرة وسيتم انقصبه مرحلة صغيرة ونضيفها سنضيف الخريط لنضيفها خطر في العجينة ونضيفها لأنها عجينة نضيفها من الزيت ثلاثة نضيفها مغرفة صغيرة الزبدة تكون طريعة ندخلها في العجينة ونعاود ندلكها مليح هنا بعد ما دخلت هذه المغرفة صغيرة ودلكتها مليح شوفوا كيف شولت العجينة تقعد طريعة نعاود نرجحها في الإناء ونغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها حتى تخمر ندرك رهو البرد من الساعة حتى الساعة هنا نوجد الحشوة التي هي بصل وطماطس وفلفل لدي الحمرة والخضرة لدي المقلة التاعي كما ترون أحبت بصل كبيرة لديها شرائح قطعة صغيرة لدي المقلة الزوجة كما ترون لدي المقلة الصغيرة هنا أحبت فلفلة لديها خضرة أحبت فلفلة حمرة أحبها خضرة بعد أن أدبال البصل اضعت فلفلة قطعة من الحضرات لديها أخرى لديك البصل لديها الكفتة لديها كما ترون لديها الخضر لديها الحم لديها الحم لديها الكفتة كما ترون لديها الكفتة و هناك حليل الزوجة لديها كما ترون لديها ملح لديها ملحة لديها ملحة لديها ملحة لديها تبرد لديها ملحة نحرك لديها الملحة وضع كبيرة طماطيس غابي بعد طيبنا الطماطيس وعودنا رجعنا هذه الكفتاء مع الفلفل وخلطنا كل شيء وهنا نطفي النار نرى هذه العجينة بعد 45 دقيقة نرى كيف خمرت ما شاء الله هم الفقاعات نحاول نخويها من القاس نخدمها حربوش طويل نرى الفرينة ونقطعها إلى 10 قطع ثم على حسب الكبرى الخبز خبزة ماشاء الله جدا كبيرة هنا ليس صغيرة تنقب 300 مليلتر حليب سوف أعطيك 10 مليلتر حليب قليلا كبير نقوم بتقويرهم كما ترى نضيفهم خبزة ونجدهم يريحوا بعد نبدأ بالأولى التي خبزتها نضيفهم خبزة نضيفهم نغطيهم على الهواء وهنا هي بردت هنا لكم الاختيار تنجموا الزيت وتحلوا العجينة وتنجموا الفارينة وتطيبوها في الكوشة في الفرن وتنجموا على الطاجين كما ترى حرية شخصية كما ترى كما ترى تطيبوها في الفرن تحلوها بالفارينة وتبلع الخبزة وتحلوها في الفرن كموسة وتطيبوها وتقدم تحلوها تطيبوها ليس لحينة لدي س Management لدينا تطيبوها من الألحام انضيف المفرد اضيفها ونضيفها خبزة مدورة نحاول أن نعطيها لشكل دائري ونضعها على الجهة تريح بعد ذلك نبدأ بها هي الأولى نكمل هذه نضع الزيت في البلوندو تخافاي ونحلها بالحلال ومدابية في الوسط نجدها قليلا خشينة نلققها في الأطراف ونضع هذه الكفتة التعليم مع الفلفلة ونضع حبة الفرماج مربع بعد ذلك نضع أي فرماج ونضع زيتون ونضع الضة ونضع الخشن ونضع الضفل ونضع فرماج ونضع الضوان ونضع الخشار ونضعana ونضع يدولون الضفل ثم نكمل على الكمية سوف يأتي بنينة كثيرا الحشوة أو الحشوة كما تظهر لك تغبي زرودية ، تغبي كابوية تقليهم ممليحة مع البصار ، ثم تضيفهم سنات عتم ثم تضيفهم قليلا ، ثم تضيفهم قليلا ، قليلا فرمج وعندما عمرتها هذه الخبيزة تتعكي على مبنى هذا الحشوة تبقى اختيارة نكمل تشكيل هذه الخبزات نعمرهم كامل ونبدأ نطيب باللولة التي تكون ارتاحة لكي تتحللنا بالخف كما ترون ، ما شاء الله الخبيزات ليس صغيرين قليلا كبار نضيفهم ، نضيفهم قليلا الزيت تاني في طاولة العمل ويجعل البنات على المحاجب نضيفهم في الكوشة ، نضيفهم في الكوشة نضيف الزيت ، حاجة قليلا ونخبزهم نضيف هذا الكل الطاجين تعيره وحامي نضيفهم ملتحة ، نضيفهم ونضيفهم ملتحة ثم نضيفهم ملتحة ونقلبها للجهة الزوجة هنا تبدأ تنتفخ في الطاجين التي تحتويها الخمارة تبدأ تنشف ، تبدأ تنفخ ونرى ملتحة ، ثم تبدأ تتحمر ونقلبها للجهة الزوجة نضيفها أخرى ثم نفضيها ثانية وضعها يأتي بنينة وضعها مع سوب أو خفيفة مع سلعة طويلة وضعها خفيفة انا قمت بها كبير يسمونها العربية مهم هذا الذي نفضي بها الحم لكي لا تحرق لدي الخبزة حامية ونبدأ نحوشي فيها لا أعرف ماذا يقولون لها ومهم طيب لها الحواشي التاحة نزل الثاني لحبة الزوجة وهي سوف نكمل 10 حبات ما شاء الله قمت بها 10 حبات يجوا معمرين ويشبعوا والبنات على المحاجب بدون تعب بدون دليك غير شوية دليك وديري خبيزات محشيين ولقوة على المحاجب هنا قمت بكم تضغطوا عليها قليلا لكي تطيب مليح لا تقعد خضراء وكذلك نطيب لها الحواشي التاحة لكي تأتي محمرة وشابة وبنينة نكمل على الحبات التوعي ونتلاقها في صحن التقديم نزيد نكمل هنا ماذا ما كملت حد الحبات بقاولة رفقت سجلت نيشا لقد قدموا غرف كبيرة فلا تلموا هادوك الحواشي على الجينة وتقرصهم مليح مليح وتزيرهم وتخلوها ترتاح فلا هنا بعد ما طيبتك على خبيزات التاعي شوفوا ما شاء الله كيفاش يجوا كبار ويجوا طريين ويجوا محشيين تبغوا تديروا الهريسة تاني بالهريسة يجوا بنان عالمة أنا ما كانت عندي في الدار أنا نبغي الهريسة الدرالي ما يبقوهاش مي ما كانت عندي للأسف نحل لكم حبة في الواسط تشوفوها ما زالت حامية ما تجيش مع الجنة وتجي محشية بهذه الفلفلة والكفتاء والفرماش دائل في الوسط ما شاء الله تجي بنينا شاء الله تجربوا هالشيرات وتعجبكم وتعطوني رأيكم في التعليقات فلا كانت هذه هي الوصفة التي تعنت عنها اليوم خبيزات محشيين تنجموا وتخلوهم اقتصاديين بدون لحوم بدون غيت الطن والزيتون ويجوكم مبنان وعالمة شاء الله تجربوا هالشيرات وتعجبكم قلكم تبقى على خير تحروا في الوحكم وان شاء الله نتلاقو في فيديو اخر مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة